وعلى همش افتتاح معرض النخبة العقاري تحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح عن أهمية الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس التعاون الخالجي بإصداره قرار تنفيذ النفذ الخالجي الوحيدة المتخصصة بتحسين براءات الاختراع في دعم وتجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية في دول مجلس التعاون الخالجي الست إضافة إلى إصدار شهادة معترف بها من جميع الدول الأعضاء التي سوف تساهم في تحقيق هدف تطوعي تكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها في حين أشار الشيخ نمر الصباح من خلال جولته في المعرض العقاري إلى التوجه الكبير نحو الاستثمار داخل الكويت من قبل الشركات المشاركة مؤكدا أن الوزارة ستوفر كافة الإجراءات المطلوبة لهم إضافة إلى العمل على تذليل المعقات التي تواجههم